اقرأ وتدبر وقد قال مرة فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة وقد قلنا مرارا والله يا أحبة لو قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي عشرا صلى الله عليه مرة لكان فضلا وأجرا عظيما وخيرا كثيرا أن يكون لك بكل عشر مرات تصليها على نبيك عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة من ربك تدري لماذا؟ لأن الصلاة من ربك رفعة شأنك وذكرك في الدنيا والآخرة الصلاة من ربك رحمتك التي تغشاه وإذا بلغتك رحمة الله فأنا تبقى الكروبات في حياتك أو الهموم أو الديون أو المصائب أو البلاء عبد يعيش في ظل رحمة الله والله لم يعيش شقيا أو تعيسا أبدا في الحياة عبد يعيش في رحمة الله تأتيه مطالب حياته من كل جانب أبه عز وجل يتكفل به ويعتني بشأنه ويدبر أمره كله هذا إذا أتتك رحمة الله تبحث عن رحمة الله أقبل على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن لك بكل صلاة عشر مرات يصلي بها ربك عليه فكم تريد من رحمة ربك عليه كم تريد عشرين خمسين ألف رحمة من رحمات ربك تتنزل عليه في ليلة عظيمة كهذه ويوم عظيم كيوم الجمعة أيها الكرام يوم الجمعة سيد الأيام ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام وللصلاة عليه في هذا اليوم وليلته مزية لا تتشارك فيها معها سائر الأيام اقرأ وتدبر ترجمة نانسي قنقر